أما هلأ نور وصلنا لمحطتنا الختامية ومثل ما بنعرف اليوم صارت مواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة الموبايلات متاحة للجميع بكل الأوقات وبأعمار مختلفة للأسف هي أكثر خطورة على الأعمار الصغيرة أو الأطفال مثل ما بنقول اللي ممكن يكونوا عرضة للتحرش لعمليات نصب أيضاً كتير من القصص اللي هي ممكن تأدي لمشاكل بهذا السن المبكر وما يعرفوا أو يخافوا يحكوا أو يشتكوا أو يقولوا أي شيء وهي بتكون مشكلة كتير كبيرة أكيد سلمة لكن دائماً نحن بنصلط الضوء على القانون السوري يتضمن كتير مواد هي بتصون الطفولة وحقوق الطفولة وقديش مهم نصلط الضوء عليها وشو ما صار لازم الأهل يحتضنوا طفلون ويقولوا لازم يحكي لنقدر ندافع عنك للأخير لأن الطفل وبراءة الطفولة بتلاقي كتير سهل أنك تخوفي ترابي وكتير عم نسمع للأسف عن قصص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتحسي حالك فعلياً لازم يصن قوانين جداً شديدة لحماية كل الأطفال نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الأستاذة الجميلة المحامية رنا ديفي ساعد صباحك أهلا وسهلا فيك صباح الخير نوري ساعد صباحكم جميعاً صباح لكم المشاهدين صباحك يا سلمة صباح الخير أستاذة خلينا نبلش يعني نحنا اليوم بدنا نحكي إذا فينا نقول يعني بشكل أوضح أو مختصر أكثر الجرائم المعلوماتية التي تقترف بحق الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي خلينا نحكي بداية السن القانوني اللي بتعامل في القانون السوري مع خليني أقول صغار السن بأنه هو طفل وشو بيفرق طبعاً هذا الشيء تماماً نحنا أي جواب بدنا نجاوبه يعني بدنا نكون دقيقين بتحت سقف القانون السوري صحيح فنحنا عنا كان قديماً يعني سابقاً أنه مجموعة بكل قانون مثلاً قانون العقوبات قانون الأحوال شخصية شخصية ضمن المواد وفي شيء بتعلق بالأطفال ضمن مواد القانون فبتلاقي دائماً كيف ما رحتي على أي قانون في شيء له علاقة بالطفل ارتكبت جريمة معينة بيقول لك عقوبته هيك بس لما بيكون متعرض الشخص المعتقد عليه هو الطفل فبيكون تشديد العقوبة بعام 2021 صدر القانون 21 اللي هو جمع هالقوانين بقانون خاص بحقوق الطفل وهذا شيء كتير إيجابي يعني بصير مرجعيتنا نحن قانون حقوق الطفل طبعاً بما لا يتنافى ولا يتعارض مع بقية القوانين المعتمدة أساساً يعني ولكن هذا القانون مثل ما قلت أنه جمع كل القوانين وكان عنده هدف هذا القانون بالإضافة إلى أنه تجميع كل شيء بخص الطفل أنه يعزز دور الدولة بمؤسساتها الحكومية والخاصة لحماية الطفل يعني سابقاً بجوز الناس ما كانت تعرفت لك أنه هذا الطفل مسؤول من عيلته أنه إذا وقع عليه جريمة فأكيد القانون هو بده يحاسب المجرم ولكن كحماية كرعاية هو له علاقة بأسرته شوية جمعيات أهلية مثلاً أو منظمات معينة يعني لا اليوم إجا القانون ليقول أنه الدولة تكفل بكل مؤسساتها الحكومية والخاصة تكفل حق الطفل تقدم ضمانات لحقوق الطفل فكان هذا الهدف من هذا القانون هذه الجزئية كثير مهمة تمام نور أنا بس بدي جاوب سلمة على السؤال ما بدي إتجاه السؤال أنه هو شو بهذا القانون إجا عرف الطفل قال مين هو الطفل؟ كل إنسان لم يتم لثامنة عشرة من عمره هو طفل في جمهورية العربية السورية أيحدة تحت الـ 18 هو طفل فكل شي بنا نحكيه هلأ بيكون على هاي الشريحة من الأطفال هن تحت سن الـ 18 هذا سؤالك سلمة وأجمل ما في هذا القانون مثل ما قلتي أنه الدولة لها الحق في ضمان حق الطفل ورعايته لأنه نحن بنعرف كثير من القصص اللي بنسمعها ما بينحكى عنها بينسكت عنها والعيلة بتلمها هيك من تمساكت هون لا ممكن إذا حدا سمع بقصة ولو الأهل مثلا ما بدون يحكوا فيها فيه يتناول هذا الموضوع يتجه للقانون هاي الجزئية اللي جدا مهمة اليوم خلينا نحكي عن هاي الجزئية لما نقول حق الطفل ضمان للدولة هي بتعملك يعني بنحكي عن الرعاية هون الاختلاف مثل ما قلت بداية حديثة كنت عم نشوف بعض البنوت بقانون الأحوال الشخصية هي بتتضمن إنه إذا كان طفل رح يكون جرمه هيك أو حمايته بهي الطريق نعم بدك نحكي عن ضمانات اللي بتقدمت دولة لحمايته الطفولة أهم ضمان يعني أنا برأي إنه إذا بدي حكي عن هيكي بالعموم أهم ضمان إنه تقدم له قانون هذا القانون يعالج كل التفاصيل اللي ممكن يتعرض للطفل كل الحقوق اللي لازم يعني من حقه يكتسبها بجمهورية العربية السورية يكون فيه قانون مبندة مو شي هيكي يعني إنه عشوائي صحيح فأول ضمان هو قدمت له هذا القانون الأهم من وجود قانون جيد بيحكي يعني هذا القانون بيحكي إنه الطفل له حق الرعاية الصحية الطفل له حق التعليم التعليم الإلزامي في المرحلة التعليم الأساسي وهو مجاني في كافة المراحل الطفل له حق بإنه يقدم مواهبه الطفل حكت شيء له علاقة بالعمل إنه أنت لقد تجي تشغل طفل أنا عم بحكيي لأ هيكي شغلات عامة لقلك شو هي الحقوق اللي عطاها هذا القانون إنه والله أنا بقانون العمل ممنوع تشغيل الطفل اللي هو صار هلأ ضمن بنود القانون الجديد قانون 21 تحت الـ 15 سنة إنه ماشي تحت الـ 18 شغله بس تحت الـ 15 لا مافي طيب شغلنا طفل عمره أتم الـ 15 من عمري مثل مثل غيره لا مو مثل غيره فيه شروط معينة لتشغيله بدأ يكون المكان مؤهل لهذا العمل بدأ يكون فيه تقرير طبي بيتقدم عن حالة الطفل الصحية اللي بدأ يشتغل بهذا العمر بدأ يكون فيه ساعات عمل معينة وطبيعة العمل أنه بتناسب قدراته الجسمانية لأنه هو تحت سنة 18 إذن فيه كتير شغلات عالجة عالج موضوع أنا كتير حابة صلة الضوء عن موضوع مثلا كنا نسميهم سابقا الأحداث الجانحين الأطفال اللي بترتكب أفعال إجرامية خارج نطاق القانون اليوم سماهن القانون بقانون رقم 21 سماهن أطفال بحالة نزاع مع القانون كيف عالج الموضوع؟ شو حكى عنهم؟ كيف هن يتحاسبون مثل الشخص العادي؟ كتير عطى حقوق بس الأهم أنا دائما بقول هذه الجملة أنه عندنا وجود قانون بعالج كتير حلو تطبيق العمل للقانون أنا لما بيجي بقول أنه في عندي طفل في حالة نزاع مع القانون أول شغلة بيقول لك أنا ما بدي هينو ما بدي حاسبه كمجرم بدي حاول أعمله شيء اسمه يعادة تأهيل دون هلأ يعادة تأهيل بدي أعمل حتى سماها هو العدالة الإصلاحية يعني ما استخدم موضوع مصطلحات جريمة وعقاب لا في عدالة إصلاحية بتتوجب علي أنا أصلح طفل بهذا العمر طب يا ترى نحن عم نطبق عمليا هذا الشيء يعني على حياز الواقع دور الرعاية الخاصة بهذا الموضوع هي فيها كوادر مهيئة برجع بقول بيكون عندي مخالفات هي مخالفات فردية يعني قانون كتير حلو وكتير بيحمي بس التطبيق العملي صراحة هو ما في تطبيق عملي جيد أو كافي أكيد كمان يعني أستاذي رانا نحن بنعرف أنه في عنا كتير مشاكل بتخص الطفولة ومن عمر كتير طويل حتى دخلنا بموضوع التسميات واختلفت التسميات بنعرف سابقا كان يقولون هذا طفل لقيط هلأ صرنا نقول لا مجهول النسب صرنا كمان نحدد أكتر يعني مواضيع صارت هلأ ينحكي عنا بشكل أوسع بالقانون مننا أيضا زواج القاصيرات قديش كان هذا الموضوع موضوع جدا سيء وشهدنا حالات خطيرة خلال الحرب على سوريا بحجة العادات والتقاليد وأنه عادي أنه تتزوج الفتاة أو الطفلة بعمر صغير خلينا نحكي عن القانون بما يخص هاي الناحيتين طيب رح نبلش فيهم واحدة واحدة نحكي ببداية عن مجهولين النسب وبعدين نحكي عن زواج القاصيرات أنه ظاهرتين منفصلتين فيه شغلة أنا حابة أولى أنه نحنا نتيجة هلأ وسائل التواصل الاجتماعي فيه عنا ظواهر شعر العالم أنه هي صارت زادت عن حد الطبيعي يعني أنه ظاهرت مجهولين النسب صارت كتيرا بالمجتمع السوري وأنه نحنا أمام مأزق وكذا لح أحكي أنا أرقام دقيقة أرقام دقيقة ما جبت من عندي بسؤالي للقضاة الشرعيين قالوا أنه نحنا ما كان عندنا زيادة منحوظة في مجهولين النسب حتى خلال الحرب في سوريا مثل ما هو شائع هي عملية وجود القصة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعطي هذا الشعور هلأ هي يمكن تكون هي شيء إيجابي ويمكن ما تكون إيجابي إيجابي لأنه أنت وقت بتصلت الضوء على ظاهرة بتحركي مجموعة ناس مختصة مجموعة جهات لتعالجة حتى لو كانت هي مانة كبيرة فهذا شيء إيجابي بس أنا ما بدي يتأخذ فكرة أنه المجتمع صار بمرحلة خطرة صراحة هي كانت حائت من حالتين لثلاث حالات شهريا تجينا هي مجهولين النسب يمكن اليوم صاروا أربع حالات شهريا بس أنا لما بتزيد عندي حالة واحدة ما فيني أقول أنه الظاهرة تعممت يعني أو أنه الظاهرة صارت متفاقمة في المجتمع السوري المجتمع السوري يعني لساته متماسك لساته يعني قدر الإمكان أكيد فيه نحنا الخلال من سلط الضوء عليه والنقطة السوداء بصفحة بيضة حتبين قدما كانت صغيرة هذا كله كان موجود لكن تسليط الضوء تسليط الضوء انتشار الظاهرة في أسماء معينة وردت بموقع التواصل الاجتماعي صارنا نعرف أنه فلانة سموها روح مثلا لقوة فلانة ما بعد يعني بغض النظر هلا عن التسميات ولكن صارنا يعني بصورتها أكتر فهي الظاهرة هلا كيف عالج القانون السوري هو الأهم هاي الظاهرة بغض النظر أنه منتشرة ولا قليلة ولكن هو عالجة بيقلك القانون السوري تماما أنه إن شخص لأحد طفل في مكان ما هذا الطفل سما مجهول النسب شو بيعمل هيك بشكل بسيط أول شي بيأخذوا على أقرب مخفر شرطة مخفر الشرطة بتحولوا لوحدة رعاية أولية اسمها هاي موجودة بمشفى الأطفال بتعمل ملف صحي لهذا الطفل اللي نوجد بدون أب بدون أم نوجد أحيانا قدام باب الجامع بمكان معين بالشارع اللي هو فأول شغلة بيعنوا له ملف بيرجعوا بيحولوا على دار الرعاية الخاصة بمشهولين النسب التابع على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أتمنى تكون الدار أنا ما عندي فكرة هذا مو اختصاصي ولكن المفروض أو القانون بيقول أنه بدأتكون مهيئة لرعاية هذول الأشخاص يعني بيترعرعوا فيها بيكبروا ممكن بعدين أنه يصير إلهم حياتهم الخاصة بس يتجاوزوا سن معين ولكن من الناحية القانونية كيف بيتعامل معهم القانون لما بيوصل عندنا طفل لدار الرعاية الخاصة بمشهولين النسب أول شيء بترسل الدار مندوب للسجل المدني مطلوب منه هذا المندوب أنه يسجل الطفل كيف بيسجله بيعطوه اسم أب اسم أم يعني مجازي عبد الله مثلا اسم أم بيعطوه جنسية بيعطوه فيما بعد هوية هلأ إذا ظهر فيما بعد أبوه مثلا أو ظهرت أمه فبينسب لأمه بس لما ما بيظهر حدا بياخد هوية وبيمارس حقوقه كاملة مثله مثل أي مواطن كحقوق بغض النظر الأم كان يكون بذكور كلمة لقيت هي هي ثغرة يعني نتمنى تتعالج يمكن أني أخدين بعين الاعتبار حفظ الأنساب ليوم من الأيام يكون في شيء يؤدي لاختلاط النسب مثلا فلسه مترممت هذه الثغرة ولكن هو كتعليم كصحة كدخوله على أي مكان بيدخله المواطن السوري هو مثله مثل كل المواطن بيدرس بالجامعات بيتقدم له الخدمات الصحية تعليمه مجاني وتعليمه إلزامي في المرحلة الأساسية هو بياخد كل حقوقه هيك نظر القانون السوري للشخص مجهول النسب بهذه الطريقة عالج الموضوع والقاصرات كنا نحكي زواج القاصرات الظاهرة الثانية التي كنا نحكي فيها هي زواج القاصرات بالتعديلات الأخيرة لقانون الأحوال الشخصية وحتى مذكورة بقانون حقوق الطفل ممنوع أن يكون هناك زواج دون سن 18 سواء كان هذا الشي للذكر ولا للأنثة لأنه سابقا كانت الأنثى سن زواجه أقل يعني هو أقل كان 17 يعني بس أنه صار 18 زادوا سنة هلأ فيه ثغرة صراحة مشان كون نحنا هيكي نحنا معك دائما منكو شاء الثغرة يعني لأنه ما فيني ما أحكي ممكن تكون مبعفش وجهة النظار بس أنه بيقلك هو أنه ممنوع الزواج تحت 18 ولكن إذا إجاني الزكر والأنثة وهن قالوا أنه نحنا بحالة بلوغ شاف القاضي هيكي صحة الجسمانية وهن صادقين فيما قولتهم أنهن بالغين وأنهن بيقدروا يتحملوا مثلا أعباء الحياة الزوجية ولو أنه أنا عندي رأي وهذا رأي الخاص يعني أنا ما عم بتبنى أي أنا رأي الخاص ورأينا ورأيكم كمان الحمد لله صنة ثلاثة أنه الحياة الزوجية ما هي قدرة جسمانية فقط على تحمل الزواج بده قدرة عقلية وفكرية يعني صحيح مشتركة تماما بغض النظار هي هي الصغرة يعني كيف دو ينبنى البيت على أطفال يعني هي مشكلة كثيرة كبيرة خاصة أنهن هلا يا أما معناته خلينا ننهض بأبنائنا نخليهم هني على قدرات ذهنية وفكرية ومن القوة النفسية حتى لما يوصلوا للـ 18 يكونوا فعلا نحنا أقول يلا دخلناهم عن المؤسسة للزواج وقتنا رح نخلص معك حديثي ما خلصنا بس سريعا خلينا نحكي عن الطفل مثل ما قلنا اللي دون سن 18 اللي نحنا منسميهم أحداث ضمن القانون ممكن نرتكب جريمة ممكن هو للأسف أساسا ما بيعرف شو عم يشتغل هو نتيجة تراعر وبيئة هي اللي هيئت له كل هاي الظروف وما في رقيبة عليه صحيح هون كيف صنفه القانون السوري وتم التعامل أجمل كلما لما نقول إصلاح يعني إصلاحه عادة أو عدالة إصلاحية مع عدالة إصلاحية هاي جزئية كتير لازم نضوي عليها سريعا صح لكنا سابقا نقول عنهم أحداث جانحين بقانون خاص بالأحداث الجانحين بقانون حقوق الطفل ذكر أن هن أطفال بحالة نزاع مع القانون أنا عجبني هذا المصطلح أنه هن بحالة نزاع مع القانون بشو نحنا مندور وقت منشوف طفل بحالة نزاع مع القانون مندور على كلمة العدالة الإصلاحية أنا بدي أصلح المجتمع بشكل عادل بدون ما سيء للطفل لأنه ما بيمتلك أهلية أنه سئله يعني صحيح تحت العشر سنين هو لا يجرم أبدا لا يلاحق جزائيا أبدا إذا كان فوق العشر سنين ولم يتم لطمنتعاش هذا اللي عم نحكي عنه اللي هو في حالة نزاع مع القانون اللي بيتلاحق جزائيا ولكن ما بيفوت على سجن عادي مثله مثل حتى ما يتعلم اللي ناقصه يعني هو بيفوت على معهد إصلاحي المفروض هذا المعهد الإصلاحي يكون هدفه رعايته إعادة دمجه مع المجتمع بدون يفصلوا الاصغار عن الكبار كل حدا بفئات عمرية معينة بدون يكون مع بعضه الشخص اللي عم يتحاكم لسه يعني بطور المحاكمة ما لازم يحطوه مع شخص سبت عليه الجريمة ومحكوم لأنه وقته بيعلمه هو اللي كان ما تعلمه يعني فهنا هي لازم يأخذوها بعين الاعتبار لازم يكون فيه عننا كوادر حتى شرطة يعني مذكورة بالقانون أنه عناصر شرطة مهيئة ومدربة للتعامل مع الأطفال بما فيها عناصر نسائية قد يكون هذا الحدث أنسى يعني وبحاجة لعناصر من الشرطة النسائية يتمنى أن يكون التطبيق العملي بيدور الرعاية الإصلاحية يكون على يعني على كفاءة تناسب أنه معالجة هدول الأطفال لإعادة دمجهم بيء المجتمع نحن نتمنى كل أطفال سوريا يكونوا بخير ما يتعرضوا لشيء ولا أن يكونوا بموقع يعرضوا حدا لشيء أكيد نتمنى هذا الشيء من ضم صوتنا أكيد لصوتك أستاذة رينة بنا نشكرك على كل المعلومات التي قدمت لنا إن شاء الله بحلقات قادمة بنتفصل أيضا بمحاور أخرى إن شاء الله الأستاذة رينة ديب دائماً الوقت بيمر معك بسرعة باش أجمل فيه إنه نحن دائماً نحصل على معلومة مفيدة ومثل ما قلتي أهم شيء تطبيق القانون جداً مهم ولازم نسلط عليه الضوء بشكل مستمر بس تطبيقه على أرض الواقع هو الأهم لكسب أطفالنا خلال الحرب والظروف القاسية لتعرضنا إلى كلنا شكراً كتير إليك شكراً إليك نور